الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز وزوجه مريم منتحمد الملاقبة تكبر يطلقان حملة الانتساب لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية لمقر اللجنة الوطنية لنساب انتسابه مانا ويقول الحزب إن الحملة تهدف إلى تفعيل هيئاته وسط انتقادات من طرف المعارضة لمشاركة الرئيس في حملة الانتساب معتبرة أن ذلك يخالف الدستور فيما يؤكد الحزب أن الدستور لا يمنع الرئيس من أن يكون مناضلا ومنتسبا للحزب الذي يريد وتأتي حملة الانتساب ضمن خطوات أقرتها اللجنة التي شكلها الرئيس محمد العبد العزيز وكلفها بتشخيص واقع الحزب وتفعيل هيئاته شملت تنظيم حملة انتساب شاملة وستجمل لاحقا تنصيب هيئات الحزب وتنظيم مؤتمر عام له بعد أن تأجل مؤتمره العادي منذ العام 2014 وتقول المعارضة أن حملة كبرى يقوم بها نشطاء حزب الانتحاد من أجل الجمهورية في أحياء العاصمة لجمع بطاقات التعريف والتعويض عنها من رجال أعمال يسعون لإظهار شعبيتهم وقدرتهم على تأسيس أقسام وفروع جديدة للحزب ضمن حملة الانتساب التي انطلقت مساء أمس وقد رد رئيس حزب الانتحاد من أجل الجمهورية سيد محمد المحهم على ذلك بتغريدة على حسابه في تويتر قال فيها إن الانتساب للحزب هو عمل شخصي وحضوري يلزم فيه حضور المنتسب شخصيا إلى مكتب التسجيل ولا تقبل وكالته في ذلك وإن ذلك هو ما تنص عليه مقتضيات النظام الداخلي للحزب ودليل الحملة بشكل صارم وفق رئيس الحزب